في ميسان طالب أعضاء في مجلس المحافظة لحكومة الاتحادية بالالتفات إلى المعامل المتوقفة في المدينة وإعادة صيانتها وتشغيلها مؤكدين أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الاقتصاد للمدينة وتوفير فرص العمل في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتقوية الاقتصاد المحلي دعا مسؤولون حكوميون الحكومة المركزية العمل لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة في البلاد وإعادة استثمارها بما يضمن دفع عجلة الإنتاج الوطني طبعا محافظة ميسان المحافظات التي تحتوي على معامل تقريبا خمس معامل موجودة فيها ولكثرة البطالة بمحافظة ميسان نحن شباب عاضلين على العمل أدعو سيد محمد الشعاع السوداني دولة رئيس الوزراء للنظر للمعامل ميسان حتى لو تصير معامل استثمارية من أجل تحقيق فرص عمل مناسبة لأبناء ميسان فيما عبر مواطنون عن دعمهم لهذا التوجه مؤكدين أن إعادة تشغيل المعامل سيسهم في توفير فرص العمل وتحسين أوضاع الكثير من العائلات كنا نتأمل من الحكومات المتعاقبة أن تعالج الواقع الصناعي المتردي في محافظة ميسان التي تمتلك عدة مصانع ومعامل كنا نتأمل إنشاء مصانع مشاريع جديدة أسوة ببقية المحافظات لكنه للأسف أصبحنا في حسر على إحياء المعامل التي كانت فاعلة أغلب هذه المصانع هي متقادمة وأيضا المنتجات التي تطرحها والعدد التي تستخدم لإنتاج ستكى المنتوجات قديمة ولا يتوازي ما يطرح الآن في الأسواق العالمية وحتى المحلية وبالتالي يكون المستورد أقل سعر من المنتجات المصنعة في هذه المعامل المحلية بالتالي لحل هذا الموضوع نحتاج إلى إعادة خصصة تلك المعامل ولربما عرضها للاستثمار أو تجديد وتأهيل المصانع بما يلائم التطور والحداثة العمرانية والصناعية التي حدثت في مجمل دول العالم وتضمه محافظة ميسان أربعة معامل صناعية كبيرة هما معملي الورق والسكر ومعامل البلاستيك والزيوت النباتية من ميسان حيدر الساعدي قناة دجلة اشتركوا في القناة